موسيقى السلام عليكم مشاهدين أينما كنتم وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج آخر طبع إذن الكرة الآن في ملعب الكونغرس الأمريكي فهل سيصوت لصالح العمل العسكري؟ لماذا لجأ أوباما إلى الكونغرس وهو يعرف تماما أن القانون يسمح له بالعدوان من دون اللجوء إلى الكونغرس؟ هل هي التهديدات فعلت فعلها؟ رئيس الاتلاف الوطني السوري المعارض أحمد الجربة أكد أن العملية ضد سوريا أو العملية العسكرية ضد سوريا لم تلغى بل ذهب الجربة أبعد من ذلك وطلب من الغرب معاقبة الرئيس بشار الأسد وتكفل بإخراج إيران وحزب الله من سوريا وبتحييد روسيا عن التدخل في سوريا الرياض هددت أي تهور من حزب الله ضد إسرائيل قد يؤدي إلى محوي جنوب لبنان بأكمله وكتائب القسام ستدخل الحرب إلى جانب سوريا إذن كانت هذه بعض العنوين مشاهدين التي جاءت في صحف العربية والأجنبية سنتحدث عنها أكثر وبالتفصيل اليوم مع ضيفنا في استوديوهات الميادين السيد رامز مصطفى مسؤول الجبهة الشعبية القيادة العامة في لبنان أهلا وسهلا بك سيد رامز معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج آخر طبعا ولكن مشاهدين سنبدأ قبل كل شيء بالحديث عن ما يجري في سوريا قبل معرفة وجهة النظر الفلسطينية سيد رامز إذا ما أردنا تلخيص اليوم المشهد وما يجري برأيك أوباما لماذا لجأ إلى الكونغرس؟ وإن الدستور يمنح الرئيس أوباما كل الصلاحيات بشن حرب على تباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية والجيوش الأمريكية إلا أن الرئيس أوباما أدرك في نهاية المطاف أن القرار الذي اتخذه قد يؤدي إلى تداعيات ليس بمقدور الولايات المتحدة الأمريكية أن تخلص إلى النتائج التي قد تصل إليها لذلك هو لجأ للكونغرس بمسألتين هذه التداعيات والتقييم أن البنتاجون قد وضع أمامه تقييم دقيق للتداعيات وما قد يحصل نتيجة الضربة بالتالي مجلس العموم البريطاني الذي وجه ضربة سياسية ساعقة لكاميرون قد أيضا فعلت فعلها لدى الإدارة الأمريكية والرئيس أماما لذلك هو لجأ إلى الكونغرس ليحمل مسؤولية أولى في هذا المجال للكونغرس الأمريكي هل تعتقد أن الكونغرس سيصوت لصالح العمل العسكري في سوريا؟ الآن يتنازع الولايات المتحدة الأمريكية مسألتين أولا الهيبة الأمريكية وهذا القطب الأوحد للعالم هي الولايات المتحدة الأمريكية من جانب وبالتالي التداعيات والخسائر التي قد تنجم عن هذه العملية لذلك هناك صراع في الولايات المتحدة الأمريكية بين هذين الخيارين الكونغرس لا أحد يستطيع التكهن بهذا الاتجاه ولكن هناك ضغوط تمارس جدية على الكونغرس من الدول المعنية بهذا العدوان على سوريا من مراكز قوى موجودة داخل الولايات المتحدة الأمريكية وعلى ما يبدو أن الانتخابات الأمريكية قد بدأت مبكرا فجون كيري أحد الصقور والمطالبين بهذا العدوان بشن هذا العدوان في مواجهة هيلير كيلينتون في الانتخابات القادمة إذن هناك صراع داخل الإدارة الأمريكية باتجاهين ابتجاه الذهاب إلى الضربة وتمرير هذا الموضوع في الكونغرس وهناك من يريد كبح جماح الكونغرس لأن الضربة قد تؤدي بالولايات المتحدة الأمريكية أن تخسر المزيد من هيبتها وحضورها الدولي والعالمي في ظل الخسائر المتكررة في العراق وفي أفغانستان والولايات المتحدة الأمريكية أمام انسحاب جدي وفعلي من أفغانستان وهي لا تدري كيف ستنسحب من أفغانستان وما سيترتب على هذا الانسحاب من تقدم واضح لحركة طالبان على حساب الحكم المركزي لكرازاي في أفغانستان بهذا الاتجاه أنا أقول أن الكونغرس الأمريكي قد يذهب باتجاه الضربة المحدودة الصلاحيات قد تكون باتجاه الضربة المحدودة لأن الإدارة الأمريكية تدرك أن بدون هذه الضربة الهيبة الأمريكية ستسقط وبالتالي القوى الراديكالية المعنى فيها إيران وسوريا وحزب الله وقوى المقاومة الفلسطينية ومن خلفهم روسيا سيصبح أكثر تشددا وتحديدا إيران التي ستتفلت أكثر فأكثر باتجاه مزيد من التخصيب اليورانيوم والتفلت بمسألة الملف النووي الإيراني هل تعتقد اليوم أن أوباما فعلا كما يقول أو كتب البعض أنه وقع في الفخ السوري؟ ليس في تقديري القول هكذا هو تسرى بهذا الاتجاه نعم هو تسلق الشجرة إلى أعلى نقطة بها والآن يطالب بمن ينزله عن هذه الشجرة ويجد خشبة الخلاص في قرار الكونغرس الأمريكي نعم البعض تسائل مجرد تأجيل هذا القرار قرار الحرب وتأجيل هذا الموضوع هل هو يعتبر أن الفريق الآخر أو المحور الآخر ربح الرهاني الاستراتيجي اليوم؟ ليس بهذه الدقة ولكن هناك أصبح متسع من الوقت أمام هذا المحور ليرتب أبراقه وبالتالي المفاجأة العسكرية قد سقطت في اللحظة التي أراد بها أوباما أن يذهب بالقرار إلى الكونغرس الأمريكي المفاجأة العسكرية انتهى مفعولها وبالتالي أصبح هناك متسع من الوقت لدى محور المقاومة الممانعة إذا صح التعبير لأن روسيا لا تعتبر بهذا الاتجاه لترتيب أوضاعه باتجاه الرد على ما قد يتخذه الكونغرس الأمريكي باتجاه الإقرار بضربة عسكرية للسورية بالحديث عن الوقت وأعطاء المهل أيضا هناك من تساءل في هذا الموضوع وتحديدا بعد خطاب أوباما بالأمس أنه هل سيلجأ إلى روسيا لإيجاد مخرج في ساند باترسبرغ خلال قمته مع بوتن؟ واضح أنه بالوقت الذي تقرأ فيه طبول الحرب الدبلوماسية لم تتوقف ولا يجوز أن تتوقف وهناك من يصف الآن أن هناك دبلوماسية البوارج الحربية في المتوسط إذن القنوات الدبلوماسية مفتوحة بشكل كامل ما بين الإدارة الروسية والإدارة الأمريكية وقد تلجأ الولايات المتحدة الأمريكية نعم لروسيا وهي قد لجأت في أكثر من مكان لروسيا في هذا المعنى لذلك نحن نرى أن الإدارة الأمريكية معنية بفرض هيبتها وأنا أقول أن الكونغرس قد يذهب باتجاه إقرار ضربة عسكرية محدودة ولكن محدودة ليست بالمعنى التي كان تريده إسرائيل ليس بالمعنى الذي تريده السعودية ولا تركية ولا جربة الذي يطالب وارتفع الصوت منذ الأمس بأن الضربة يجب أن تذهب باتجاه إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد وأردوغان قد عبر عن هذا الموضوع بشكل صريح وواضح والكونغرس لا يتحمل مسؤولية أن تكون الضربة خارج ما يقرره الكونغرس بمناطق ومواقع محددة على أي حال أيضا ما يؤكد هذا الطرح أن نواب من الكونغرس وعلى رأسهم جون مكين قالوا بعد خطاب أوباما أن الحرب إذا لم تكن من أجل تغيير الواقع في سوريا من خلال إسقاط النظام فلا معنى لها وأنهم سيعملون على إقناع الرئيس بالذهاب في اتجاه خيار الحسن على أي حال سيد رامز مصطفى سنتوقف مع عنوين بعض الصحف العربية مشاهدين الآن إلى زميلة مايا رزق وعنوين بعض الصحف العربية الصادرة صباحا هذا اليوم إليها أهلا بكم مشاهدين نبدأ جولتنا على بعض عنوين الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم مع صحفة النهار اللبنانية التي جاء في عنوينها أوباما يفاجئ العالم بإرجاء الضربة لسوريا وينتظر قرار الكونغرس بدءا من التاسع من أيلول هذه الصحيفة اللبنانية عنوانت محليا مبادرة حوارية لبر تصطدم بتحفظ فوري من المستقبل كلمة نارية لجعجع اليوم تطل على آفاق معركة الرئاسة نتابع مع النهار اللبنانية التي جاء فيها نجاة رئيس الوزراء اليمني من محاولة اغتيال في صنعاء من النهار اللبنانية ننتقل مشاهدين إلى الشرق الأوسط السعودي التي جاء فيها ضربة سوريا بانتظار تصويت الكونغرس أوباما يطلب تفويدا ومجلس النواب الأمريكي يبدأ المناقشات التاسعة من سبتمبر أجواء حرب في دمشق وتحركات عسكرية وتوحيد قنوات البث التلفزيونية نتابع مع هذه الصحيفة السعودية التي أضافت لبنانيا بر يطرح خارطة طريق من ستة بنود وفي هذه الصحيفة ضبط صبح صالح قيادي الإخوان واعتقال 47 في سيناء بينهم فلسطينيون دائما مع الصحف العربية وننتقل الآن إلى الوطن السورية التي جاء فيها سوريا مستعدة وأوباما يتراجع بوتين يصف اتهامات واشنطن بالغباء وبروجيردي يؤكد من دمشق دعم محور المقاومة وفي هذه الصحيفة السورية أيضا الجيش يواصل عملياته في أرياف العاصمة وحلب واللاذقية من هذه الصحيفة السورية ننتقل مشاهدين إلى القبص الكويتية التي جاء فيها الضربة محدودة لن تكسر التوازن أوباما يؤكد محاسبة الأسد غدا أو بعد أسبوع أو شهر وإشارات إلى موسكو وفي هذه الصحيفة الكويتية أيضا تدمير الدفاع ودفع الجيش الحر وننتقل الآن إلى الرأي الأردنية التي عنونت أنسور لسنا طرفا في الأزمة السورية ولن نكون منطلقا لأي عمل عسكري وفي الرأي أيضا أوباما يقرر ضرب سوريا النظام السوري يعلن استعداده ومفتش الأمم المتحدة يغادرون دمشق دائما مع الصحف العربية وننتقل إلى اليوم الجزائرية التي عنونت بدورها أمريكا تدفع بالمزيد من السفن الشرق المتوسط ونتابع الداخلية التونسية تكشف هوية جزائرية يقود مسلحين إرهابيين في جبل الشعنبي مشاهدين ننتقل أخيرا إلى صحيفة الثورة اليمنية وفيها عنوان واحد بارز وهو أوباما يقرر ضرب سوريا وبوتين يذكره بجائزة نوبل أستاذ رامز ماذا تتوقع من قمة ساند باتروسبورغ أنا بتقديري ليس هناك من شيء كثير يعتمد عليه إذا لم يتم التوافق ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية على موضوع الملف السوري كمدخل لحل والحديث عن كل ملفات المنطقة بما فيها الملف النووي الإيراني بما فيها الملف الفلسطيني لأن أصبحت ملفات المنطقة متشابكة لدرجة أنها لا يمكن حتى موضوع الأكراد يعني جزء من هذا الموضوع لا يمكن الفصل ما بين هذه الملفات وتريد الإدارة الأمريكية وروسيا حل هذا الموضوع بشكل كامل وفي مقدم كل هؤلاء كيف يتم الضمان استمرار تدفق النفط والغاز وفق برنامج متفق عليه أمريكيا وروسيا بما يحفظ لكل منهما حصته وموقعه ودوره ومصالحه في المنطقة سيد رامز انطلاقا مما قاله أحمد الجربة أنه يريد من الغرب أن يعاقب الرئيس بشار الأساد ويريد أيضا من الغرب التكفل بإخراج حزب الله من سوريا وإيران وتحييد روسيا عن التدخل في سوريا يعني انطلاقا من هذا الكلام للمعارضة سوريا كيف تقيم وضع اليوم بعد الحديث عن هذه الضربة أو العدوان المحتمل على سوريا كيف تقرأ المواقف التي صدرت عن المعارضة جميع المواقف التي صدرت حتى الآن من السعودية الكيان الصهيوني وتركيا وما يسمى بالمعارضة السورية ورئيس الائتلاف جربة جميعهم اتفقون ومتقاطعون عن نقطة واحدة هي إسقاط النظام أوباما وكيري أول من أمس عندما ظهروا بإطلالتين صحفيتين قالوا أن هدف الضربة وجزء من هدف الضربة توجيه رسالة واضحة لكل من إيران وحزب الله في مسألة التدخل بالملف السوري وبالأحداث السورية إذن هذا جزء طبعا والسعودية لفت انتباهي المقدمة التي تفضلت بها أن السعودية تحذر حزب الله بأن الجنوب اللبناني سيذهب بكامله إذا ما تدخل حزب الله إلى جانب سوريا بتقدير هذا جزء من التهويل وجزء من المكنة الإعلامية النفسية السياسية التي يتم تهويل بها على قوى المقاومة والممانعة حتى تخفف من مواجهتها لهذا العدوان إذا ما حصل أو وقع على سوريا لذلك طبعا معني أحمد الجربة أن يقول علينا مواقبة الرئيس بشار الأسد أردوغان بالأمس قال إذا الضربة لم تأتي على إسقاط النظام لا معنى لها هناك عدد من قادة الإسرائيليين يذهبون باتجاه أن الهدف يجب أن يكون إسقاط النظام رئيس هيئة الأركان الأمريكي في 19 شهر قبل يومين من الهجوم الكيماوي قدم رسالة للكونغرس الأمريكي بست خيارات استراتيجية لضربة محتملة إلى سوريا وكأن هناك تحضير كان لدى الولايات المتحدة الأمريكية بافتعال شيء ما لكي يكون مدخل للتدخل العسكري وتوجيه ضربة لسوريا جزء من هذه النقاط الستراتيجية هو فعلا إسقاط النظام وبالتالي ضرب مراكز القوة وعصب النظام بمراكز التحكم والمواقع الرئيسية في النظام لذلك نعم الجيش الحر وكل القوة المؤتلفة معه والمتعالفة معه تتحضر للانقضاد على النظام لأنه جزء من سلة الأهداف المرسومة كيف الطيران الأمريكي والصواريخ تمهق تضرب محيط مدينة دمشق وتحصنات الجيش السوري وهذا الحزام الأمني العسكري المتغز حول مدينة دمشق لضربه بشكل محكم مما يسمح للجيش الحر وحلفائهم من جبهة النصرة وأخواتها بالدخول إلى قلب المدينة السورية دمشق وإسقاط النظام على هذه القاعدة على أي حال سنتابع في هذا الحديث أكثر ولكن مشاهدين نذهب الآن إلى فقرة الحدث وجاء في صحيفة الأنباء الكويتية كتائب القسام ستدخل الحرب إلى جانب سوريا نتابع الأنباء الكويتية كتائب القسام ستدخل الحرب إلى جانب سوريا كشفت معلومة للصحيفة عن خلافات سياسية وتنظيمية داخل حركة حماس تتركز حول الخيارات التي يمكن أن تتخذها في ضوء ضربة العسكرية الغربية المرتقبة على سوريا المعلومة أشارت إلى أن قيادة حماس تواجه مشكلة تتمثل باتخاذ كتائب عزدين القسام الجناح العسكري للحركة موقفا مغايرا للقيادة وإعلانهم الوقوف إلى جانب سوريا في أي حرب تشن عليها واستعدادهم لإعلان الاستقلالية عن القيادة في الخارج وتحدثت المعلومات عن أن موقف كتائب القسام هذا يلقى تأييدا من بعض قيادي حماس بينهم عماد العالمي ومحمود الزهار الذي يحظى بتأثير مهم من داخل الجناح العسكري القبس مصادر عربية تدمير الدفاع ودفع الجيش الحر قالت مصادر دبلوماسية عربية للصحيفة أن الاجتماع الوزاري العربي المزمع عن عيقاده في القاهرة اليوم سيخرج ببيان يعطي انطباعا واضحا بالدعم العربي لأي إجراء عسكري ضد النظام السوري المصادر أضافت أن العملية العسكرية تستهدف تدمير كل دفاعات النظام السوري وتهيئة أرضية عسكرية للجيش الحر لتسلم زمام العمليات على الأرض مشيرة إلى أن آلاف العناصر من الجيش الحر تلقوا تدريبات من المارينز الأمريكي وسيكون لهم الدور المحوري العسكري الميداني مستقبلا فيما علمت الصحيفة من مصادر مطلعة أن واشنطن بعثت بإشارات إلى كولين من موسكو وتهران بأن الضربة لن تكسر التوازن في سوريا بين الأسد والمعارضة وبأن السلاح الروسي في سوريا لن يصاب في مقتل أستاذ رامزي ربما أنتم الفصيل الفلسطيني الوحيد الذي هدد بشكل واضح أيضا باستهداف المصالح الأمريكية في المنطقة ردا على أي عدوان أمريكي على سوريا حدثنا أكثر وبالتفصيل ماذا عانيتم بهذا التهديد؟ أولا نحن كفلسطينيين بشكل العام وتحديدا في الجبهة الشعبية القيادة العامة نقف إلى جانب سوريا من منطلق فهمين أولا ما يدور في المنطقة من أحداث كبرى ومتغيرات منذ ما يزيد عن سنتين ونصف الهدف الرئيسي لهذه الأحداث هو الولوج للقضية الفلسطينية وتصفيتها بشكل كامل هذا من جانب آخر سوريا تاريخيا ومنذ نكبة عام 1948 تشكل الحاضن رئيسي للقضية الفلسطينية وعمقا استراتيجيا للمقاومة الفلسطينية وبالتالي هي تقف بحزم وصلابة بعيدا عن الجمل الإنشائية والعواطف والتضامن كلمات التضامن هي تقف بقوة إلى جانب المقاومة الفلسطينية فعليا من خلال الدعم وتشكيل عمق استراتيجي لهذه المقاومة بكل العناوين التي تعني المقاومة لذلك نحن نرى أن العدوان على سوريا ليس بهدف أن هناك دموقراطيات وهناك حريات مطالب بها ونحن نقر بها ولكن عندما يصبح الموضوع له عدوان خارجي لا يمكن أن نقبل على أنفسنا أن نكون مصطفين إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني على منبر واحد وموقع واحد وخندق واحد لمواجهة بلد عربي فكيف إذا كانت سوريا ونحن نعتبر أن هذه المعركة هي المعركة الأخيرة وستحدد هذه المعركة كل مجريات وسياقات المنطقة بشكل كامل إذن نحن بهذا الموضوع لا نجامل ولا ندور الزوايا الإسرائيل لا يدور زوايا الولايات المتحدة الأمريكية لا تدور زوايا إذن نحن نعلن وقوفنا الحازم الكامل إلى جانب سوريا بهذا المعنى لأننا نقت مع أنفسنا أولا ونضمن بسقوط هذا المشروع وهذا الأدوان أن القضية الفلسطينية والضغوط التي تمارس على السلطة الفلسطينية والأخ محمود عباس وجلبه على طاولة المفاوضات الإسرائيلي سيفقد أهم ورقة الضغط على الفلسطينيين لقبول بمزيد التنازل وبالتالي المفاوضات ستصل إلى تصفيت القضية الفلسطينية إذن نحن منخرطين في هذه المعركة بكل العناوين وما يعني هذا المحور يعنينا وما سيأتي على هذا المحور سيأتي علينا لذلك نحن نعم قلنا أن الدول التي ستشارك بالعدوان على سوريا ستكون وصالحة في المنطقة معرضة للخطر وبالتالي نحن سنقدم بكل ما أتينا من قوة للدفاع عن سوريا وعن هذا المحور الذي اخترناه بإرادة ورؤية حقيقية على اعتبار أن هذا المحور هو من يصون القضية الفلسطينية وعلى اعتبار أن وجهته دائما وأبدا كانت الفلسطين وقبلته القدس لذلك نحن خياراتنا واضحة بهذا المعنى ولن نتردد للحظة واحدة بالوقوف إلى جانب سوريا لأن الوقوف إلى جانبها ووقوف إلى جانب القضية الفلسطينية سأدخل معك سيد رامز إلى ما ذكرته صحيفة الأنباء الكويتية كتائب القسام ستدخل الحرب إلى جانب سوريا وتحدثت عن خلافات سياسية أيضا وتنظيمية داخل حركة حماس أيضا لو تعطينا صورة تفصيلية أكثر لما يجري الآن داخل حركة حماس وموقفها من العدوان على سوريا في حال حصل يعني أولا أنا لست راتقا رسميا باسم حركة حماس ولكن لابد أن يقول لديك بعض المعلومات طبعا وليس لدي معلومات مؤكدة حول هذا الموضوع ولكن السياق الطبيعي لمجريات الأحداث وتطورها في المنطقة وبدء العدوان الفعلي على سوريا من قبل البيانات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وحلفائها في المنطقة وفي الواقع الأوروبي وتحدثنا للفرنسيين على اعتبار البريطانيين أصبح خارج القوس وخارج هذا الموضوع بعد قرار مجلس العموم البريطاني لا أعتقد وأنا واثق تماما أن الأخوة في حركة حماس لا يمكن أن يقفوا على الحياد وقطاع غزة لن يكون بمنحة وبعيدا عما سيجري في المنطقة هم لم يقفوا على أي حال على الحياد علموا أيضا أنه عناصر من حركة حماس كانت تشارك في المعارك الدائرة في سوريا إلى جانب المعارضة المسلحة حتى الآن حركة حماس تقول هذا الموضوع وتنفيه بشدة والأخ علي بركة كان بالأمس ضيفا على قناة الميادين وقال نحن نرفض العدوان والتدخل الخارجي في سوريا أنا أبني على هذا الكلام وبالتالي كتائب القسام كسائر كل كتائب المقاومة الفلسطينية لن تقف على الحياد لأن سياق العملية العسكرية والعدوان على سوريا كما قلت بفهمنا سيذهب باتجار تصفيت القضية الفلسطينية وهناك سؤال كبير هل هناك من ضمانات أن لا تستغل إسرائيل هذا العدوان المحتمل على سوريا وتنقض على قطاع غزة إذن احتمالات الدخول واردة ومن يخرج نفسه من معادلة التصدي لهذا العدوان ورد هذا العدوان هو يتساوق ويتقاطع في مكان ما مع هذا العدوان ويصطف مع هذا العدوان ولا أتصور ولا أتخيل أن الإخوة في حركة حماس على الرغم من الخلاف الدائر بينهم وبين سوريا وخروجهم من سوريا على خلفية ما يجري من إحداث ولكن في هذا الموضوع لا يمكن إلا أن يكونوا إلى جانب سوريا بمعنى التصدي لهذا العدوان وإلا حركة حماس ستنتهي بشكل كامل على اعتبار أن شعاراتها التي رفعتها باتجاه المقاومة ومواجهة الإدارة الأمريكية والعدوان الأمريكي قد أسقطتها وستسقطها بشكل كامل بالحديث تحدثنا منذ قليل عن فرنسا كان بالأمس هناك اتصال بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما والرئيس الفرنسي فرنسواء أولاند استمر نحو 45 دقيقة برأيك ماذا جاء في هذا الحديث أن يمتد ل45 دقيقة فهذا يعني أن الكلام كان عميق نوعا ما في الكثير من الأمور تحديدا الملف السوري يعني علينا أن نعود إلى الوراء قليلا عندما قررت بوشي الإبن الحرب على العراق كانت بريطانيا إلى جانب الويات المتحدة الأمريكية من خارج مجلس الأمن الآن انقلبت المعادلة الآن فرنسا إلى جانب الويات المتحدة الأمريكية وبريطانيا خارج هذا الموضوع بتقديري هولاند ولكن السؤال اللي نحن لازم نسأله أنه هذه المحادثة هذه المكالمة التي استمرت 45 دقيقة كانت قبل ما يتحدث أوباما ويذهب باتجاه الكونغرس وتحميل الكونغرس مسؤولية قرار الحرب ولا بعده إذا كانت قبله أنا بتقديري لا قيمة جدية لهذه المكالمة على اعتبار أن الرئيس الأمريكي قد حسم خياره باتجاه الكونغرس أما إذا كانت هذه المكالمة بعد قرار أوباما والزهاب للكونغرس فأن فرنسا تمارس مزيدا من التحريض للرئيس أوباما على أن يذهب باتجاه الحرب بغض النظر عن القرار المتخذ ومن ليلة أمس نحن نرى كل وسائل الإعلام الإسرائيلية السعوديين الأتراك يحرضوا الإدارة الأمريكية ويقول أوباما أن هذا التراجع سيفأم على أنه انتصار للمحور الراديكالي في المنطقة وعليك أن تستمر بالعملية العسكرية هولاند نعم له مصالح وهو يقول وقبل غيره من أكثر من سنتين تقريبا يقول علينا أن نتدخل في سوريا هو يمارس التحريض للرئيس الأمريكي وهو جزء من ما كنت تحريض على النظام في سوريا وعلى سوريا وعلى هذا المحور الراديكالي كما يوصفنه في المنطقة على أي حال سنذهب أيضا إلى التحرك العربي وهناك اليوم اجتماع وزاري مزمع أن يقادوا في القاهرة وسيخرج ببيان سنتحدث بماذا يمكن أن يخرج هذا الاجتماع ولكن بعد وقفة أعلنية قصيرة مشاهدين انتظرونا اشتركوا في القناة